الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية اليابان التعاون الثنائي وقضايا السلم والأمن الدوليين خاصة الأزمة الأوكرانية رئيس الوزراء يستعرض التزامات وأدوار الوزرات المعنية لمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات خلال إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ختام اجتماعاتهم وزراء الخارجية العربة يؤكدون محورية القضية الفلسطينية وأبو الغيط يكشف عن اجتماع لتنشيط مبادرة السلام العربية التاسع مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جنينج نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أعرب رئيس عبد الفتاح السيسي عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع اليابان في مجال التعليم وذلك في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية اليابان يوشي ماساهاياشي وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد يوشي ماساهاياشي وزير خارجية اليابان وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية صراحة المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى السيد فاميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني منوها إلى ما تحظى به اليابان مما كانت وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من جانبه نقل وزير الخارجية الياباني إلى السيد الرئيس تحياته وتقدير رئيس الوزراء الياباني مشيرا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعيدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين ومشيدا بما حققته مصر على الصعيد التنموي بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة مؤكدا تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددا من الملفات ذات الصلاة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات حيث آرب السيد الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد خاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونات الكبرى للتعاون الحضري والثقافي بين البلدين الصديقين أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشا بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين لسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء كما تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث آرب وزير الخارجية الياباني في هذا الإطار عن دعم بلاده للجهود المصرية الحسيسة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة وتوافقت وجهات النظر إذا أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي والحفاظ على وحدة وتماسك الدول بما يصن مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها كما تم التوافق بشأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلامة الدائمة في المنطقة وأكد السيد رئيس موقف مصر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزرات المعنية المختلفة من أجل معاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية مضيفاً أن الحكومة ملتزمة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما تريده لمباشرة عملها وإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة على أهمية الرسائل التي تم إطلاقها خلال افتتاح رئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة إعادة التجديد على خطورة القضية السكانية وعلى أثرها على تقويد جهود التنمية في مصر والعديد من بلدان العالم وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن حجم الجهود التي بذلت في ملفات التنمية بمختلف قطاعاتها خلال السنوات السابقة يعد غير مسبوق غير أن الزيادة السكانية تظل تفرض تأثيراتها وتداعياتها على موارد التنمية كما أعرب مدبولي عن تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنية إلى فلاحي ومزارعي مصر مع اقتراب الذكرى الحادية والسبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر مشيرا إلى أن الدولة تتطلع لهم دوما بعين الإعزاز تقديرا لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد تحت رعاية السيدة الرئيس الجمهورية أعلنت وزارة الداخلية إنهاء استعداداتها لإطلاق المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد وذلك اعتبارا من الخميس السابع من سبتمبر تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد استعدت وزارة الداخلية لإطلاق المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تأتي تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 40% وتأتي هذه المرحلة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها المراحل السابقة من المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين واستنادا إلى هذه النجاحات فقد شهدت المرحلة زيادة كبيرة في أعداد الكيانات التي حرصت على المشاركة فيها من أصحاب المصانع وكبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية والمكتبات الكبرى تمهيدا لإطلاقها في السابع من الشهر الجاري حيث تم عقد اجتماعات معهم أعربوا خلالها عن تقديرهم للمبادرة ودعمهم لها جميلة أن كل سنة بنشوف زيادة بشكل كويس قوي وقبال وبنحس بدورنا ودور المزارف في خدمة الأهلين الأدوات المكتبية هو الموسم الأحالي بتاعها لكذا نحن عاملين خصومات هتوصل لي 40% الخصومات داية هتحس بها كمستهلك لأن نحن في المبادرة بنشتغل من المصنع لمنافذ التوزيع الخاصة بالمبادرة على فوق بنشارك بكل المنتجات الموجودة عندنا لأدوات المدرسية كلها من أول الحاجات المستوردة لغاية الحاجات التصنيع المحلي بنترح جميع أنواع الملابس بتخفضات تتراوح ما بين 30% و40% في هذا الموسم بدعم النظارة الداخلية ومجوداتهم اللي هم برضو بيبزلوها معنا بنشارك في باكتو سكول سيزن خصومات تصل حد 40% وكمان في حاجات بتسهل على العميل الدفع ممكن تصل لست شهور بدون فواد فدي برضو حاجة بتسهل قوي موجودين مع المبادرة عشان ندعم بها المواطن في خلال دخلة على سيزن المدارس طبعا فاستهلاك الجمل بيبقى عالي وده منتج رئيسي طبعا موجود معانا في الفترة دي فكرة بتاعت المبادرة إن احنا بنيدي المنتج بتسعر التكلفة للمبادرة داي ربكت على طول لا احنا بناخد هامش ربح ولا السلسلة بتاخد هامش ربح نحب بنتوجه بالشكر لكافة سادة المسؤولين على رؤسهم سادة رويس عبدالفتاح السيزي إنه قطع لنا الفرصة دي للمشاركة في المبادرة دي عقب الاتفاق على إطلاق المبادرة تصابقت خطوط الانتاج نحو تجهيز منتجاتها من السلع الغذائية وغير الغذائية تمهيدا لطرحيها في إطار المبادرة بالتخفيضات المعلنة عبر 1513 منفذا على مستوى الجمهورية وست معارض رئيسية و37 معارضا فرعيا إضافة إلى القوافل المتحركة وفي مقدمة المنتجات المستلزمات المدرسية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية عام دراسي جديد وهذه المنافذ موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت موضحة حيّة أبطل وقت وفي الوعان كلنا واحد دايماً مع بعضنا كده وبدأ استطباع والله والله على المصريين لما يحبوا هبكت بتلاقي علي موضحة حيّة أبطل وقت وفي الوعان إحنا النهاردة موجودين لإعلان مشاركتنا في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي نشارك في المبادرة دي بمنتج بكتوريا اللي هينزل في الشوادر والمعارض المخصصة للمبادرة المبادرة دي المستمرة وإحنا مشاركين فيها من أكتر من سنة عشان نوفر البقليات والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة في مجموعة السلاسل والتوكيلات وجميع الأماكن اللي بتوفرها للمواطن المصري بنعرض منتجاتنا اللي معروفة في السوق المصري والسوق الإفريقي بأعلى جودة إحنا بنعرضها بأقل هامش ربح وأسعار تناسب الجميع كل هذه التجهيزات لإطلاق المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تؤكد أنها مرحلة استثنائية ستشهد الكثير من التخفيضات في ظل المشاركة الضخمة من المصانع والتجار والمكتبات والسلاسل التجارية لتحقيق الوفرة في المعروض وهو ما يؤكد على أن وزارة الداخلية تسعى دائماً نحو دعم الأسر المصرية في كل المناسبات وتلبية احتياجاتها بأقل تكلفة ممكنة الله المصري الله المصري في مختلف محافظات الجمهورية عبدالبركات التلفزيون المصري قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هناك جهداً يبدل لعقد اجتماع على المستوى الوزري لبحث تنفيذ مبادرة السلام العربية وسوف يعقد هذا الاجتماع في يوم الثامن عشر من سبتمبر الجاري جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أحمد أبو الغيط في ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب مع رئيس الدورة وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة وزير الخارجية اليابانية تحدث عن المواقف المزدوجة وعبرنا نحن الوزراء العرب وزير خارجية مصر وأمين عام الجامعة عن تأييدنا لهذه الملحوظة لأنه قال عندما نتحدث عن أراضي محتلة أو عن استخدام القوة أو عن خرق القانون الدولي فلا يجب أن نختار مناطق بعينها لتنفيذ هذه المبادئ فأنا شخصيا سقفت له وبالتالي في إطار لجنة فلسطين تم بحث هذه المسألة تحديدا لماذا يطلب من العرب تأييد مواقف ومبادئ معترف بيها بالنسبة لهذه المشكلة تحديدا وفي نفس الوقت لا يعترف أو لا تعترف بعض عناصر المجتمع الدولي وقوى المجتمع الدولي بنفس هذه المبادئ وتطبيقها على القضية الفلسطينية قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا إن العالم العربي يعيش تحديات معقدة خلال مؤتمر صحفي عقب ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية أضف بوريطا أنه تم الاتفاق على مقاربة التحرك العربي المنصق تجاه جميع القضايا ومن أهمها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إطار هذا الاجتماع الوزاري تم الاتفاق على مجموعة من القرارات التي تم إعدادها من قبل اجتماع المندبين والتي كتهم أولا وقبل كل شيء قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية وكان مجموعة من القرارات التي تم الاتفاق عليها وأكثر من ذلك ما تم الاتفاق عليه كذلك هو مقاربة عملية لتحرك عربي المنصق أمام التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية وأمام الاعتداءات المتواصلة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبالتالي إذا كان تم اعتماد القرارات فكذلك تم التأكيد على ضرورة تنصيق التحرك العربي إذا كل فاعلين توليين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وخلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على مستوى الخارجية العرب أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تتطلع لاستمرار الجامعة العربية في دعمها فيما يتعلق بتلك القضية وأعرب شكري عن رفضه للمواقف المتعنتة في ظل خطوات أحادية الجانب مؤكدا على ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع خاصة وأن مصر ترصد عدم تغير الموقف الإثيوبي بشأن قضية سد النهضة استضافة القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يوم 27 و28 أغسطس تبين خلالها عدم وجود تغير في الموقف الإثيوبي وعدم وجود توجه لأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاثة كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الإحادي اتصالا بملء وتشغيل سد النهضة ومع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجميع العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع اعتمد مجلس وزراء الخارجية العرب ترشيح خالد العناني مرشحا عربيا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن مجلس وزراء الخارجية العرب يعتمد ترشيح خالد العناني مرشحا عربيا لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وذلك للفترة من 2025 حتى 2029 ضمن اعتماد تأييد للترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية شهدت فعليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة العديد من الفعليات وذلك بمشاركة أكثر من ثمانية ألاف مشارك من مصر والعديد من دول العالم شهدت جلسات المؤتمر مشاركة أكثر من 260 خبيرا بأفكار ومبادرات واستراتيجيات متنوعة عائلة سعيدة وبيئة آمنة للأطفال أهداف يسعى لها المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر منصات تحاورية مصرية وعالمية طبعا قصدين أن نقول السكان والصحة والتنمية لأن سواء الصحة أو التنمية هي في صالح للسكان أو صالح الإنسان طبعا زي ما حضرتكم شايفين يعني حضور غير مسبوك لكل قطاعات الدولة وطبعا ضيوف من خارج مصر من كل الجهات عشان الموضوع مهم جدا وعشان أيضا الاهتمام العالمي بالقضاء السكانية على مستوى كبير في الفترة الأخيرة لعل واحدة من أهم النقاط هي التوجيهات التي واجهها سيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية بالأمس والمتعلقة بتعظيم دور المجلس القومي للسكان لينتقل إلى مظلة رئاسة الوزراء ويجمع جميع الوزراء المعنيين وده بيشير بوضوح إلى أن القضية السكانية هي قضية وطن تحدثت اليوم في جلسة عن تأثير التغيرات المناخية على الصحة وتجاوب قطاع الصحة مع الموضوع خصوصا أنه يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة وعلى الأمراض المزمنة والتلوث الهوائي على سبيل المثال يؤثر على النظام التنفسي للإنسان ويؤدي إلى أمراض صدرية لذلك علينا تشجيع القطاع العام والخاص باستثمار أكثر في قطاع الصحة والسكان وتعليم الناس ونتوقع من المؤتمر أن يحرك الأجندة الدولية ويوجهها للأماكن الأهم ليتم الاستثمار فيها وإنها لمناقشات رائعة حتى الآن تم تركيز اليوم على الأمن الغذائي ودوره بالنسبة للتغذية في العالم بالإضافة إلى العوامل المكملة مثل الأمن المائي وأيضا الجوانب الاقتصادية المترتبة على التحديات التي تواجه العالم وعلى مدار أربعة أيام وخمسة وستين جلسة يشارك أكثر من مائتين وستين خبيرا بأفكار ومبادرات وستراتيجيات متنوعة بجلسات للأمن الغذائي وصحة المرأة، الصحة العامة، التغيرات المناخية، التنمية المستدامة فضلا عن الفرص والتحديات المتاحة كل دولة عندها خبراتها الخاصة بالسكان والصحة والتنمية فكل واحد بيقول خبراته إيه؟ ما تم من تجارب عندهم في هذه الدول كيفية الاستفادة منها إيه نقاط الضعف وإنقاط القوة يمكن النهاردة السيشن كانت فيه حاجة عن الحوكمة فيه النهاردة برضو حاجة عن المتغيرات الديمقرافية بالنسبة للعائد الديمقرافي من الشباب المؤتمر بيركز على أهمية التنمية للسكان بشكل عام وللصحة وأهمية الدور المهم للصحة في هذا الموضوع موجب بشدة في الحجم المشاركة بالمؤتمر لأنه في البداية مع أنه الاسم تبعه بكون اسم عالمي إلا أنه توقعت البداية بأنه محصور بجزئية صغيرة ورح يكون التركيز على مصر الآن الجانب اللي بتعلق بمصر كان موجود ولكن الجانب العالمي كان موجود ويعد المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة العلاقة المتغيرة بين الصحة والسكان والتنمية مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ويؤكد على تجديد الالتزام الدولي بالقضايا السكانية ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان كاريم بيبرس التلفزيون المصري تم اليوم توقيع بروتوكول لتعاون بين قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة صحة وتنمية الأسرة وشركة ألمانية لتوفير جهازين محكاة للتدريب على أحدث وسائل منع الحمل العالمية لضمان تدريب متكامل ومستمر للأطباء المختصين وتلتزم الشركة بتحمل نفقات الجهازين ومصاريف تشغيلهم وصياناتهم وسيتم نشر عيادات متنقلة في مختلف المحافظات في جميع أنحاء مصر وذلك من أجل إتاحة تقديم خدمات الرعاية الصحية للفئات مثل فحوصات أمراض النساء والتشخيص بالموجات فوق الصوتية ورعاية ما قبل الولادة وخدمات طب الأطفال وحديثي الولادة كما يتم عقد ندوات للتوعية تستهدف مجموعات مختلفة من النساء في سن الإنجاب وذلك للتأكيد على أهمية تنظيم الأسرة وفوائد الأسرة الصغيرة أود أن أشكر سيادة الرئيس وكذلك وزير الصحة على هذا المؤتمر الرائع نحن فخورين بتواجدنا هنا في مصر لحضور هذا المؤتمر لنؤكد على التعاون الذي نقوم به بالفعل مع السلطات المصرية وكذلك فتح آفاق تعاونية جديدة ونحن هنا لهدفان رئيسان الأول هو التعاون وتقديم المساعدة لمنظومة الصحة المصرية والسبب الآخر هو توقيع بروتوكول تعاون بيننا وبين الحكومة المصرية حول تنظيم الأسرة ونحن فخورين بهذه المبادرة نحتفل بتوقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة الصحة والسكان نقطع السكان وتنظيم الأسرة والشركة باير وهي من الشركات العريقة طبعا في الأدوية وفي وسائل برضو منع الحمد ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد تعتزم الإعلان عن فرض عقوبات على نائب يقائد قوات الدعم السريع في السودان وذلك بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان يتي ذلك فيما قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة خلال زيارة لتشاد قالت أن الولايات المتحدة ستقدم 163 مليون دولار إضافية كمساعدات للشعب السوداني وللدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين بما في ذلك تشاد أطلقت المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع 64 منظمة إنسانية ووطنية من المجتمع المدني نداء للحصول على مليار دولار بهدف توفير المساعدات الأساسية والحماية للفارين من الحرب في السودان إلى الدول المجاورة والذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 1.8 مليون شخص بحلول نهاية العام وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة قالت المفاوضية إن هذا المبلغ يمثل ضعف ما كان مقدرا من أجل الاستجابة للأزمة في شهر مايو فيما تتفاقم حركة النزوح والاحتياجات حيث فر من البلاد أكثر من مليون شخص حتى الآن وأعربت مفاوضية اللاجئين عن قلقها بشأن الوضع الصحي المتردي خاصة بين الوافدين الجدد حيث سجلت معدلات عالية من سوء التغذية وتفشي الأمراض مثل الكوليرا والحصبة والوفيات ذات الصلة في العديد من البلدان المضيفة أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفي فيران أن مسؤولين عسكريين من فرنسا والنيجر يقومون بإجراء محادثات من أجل تنصيق العمليات على الأرض كما أكد فيران على موقف فرنسا المعلن من رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز حاليا بعد استيلاء مجموعة عسكرية على السلطة في البلاد والذي تعتبره الزعيم الشرعي للنيجر نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها البنتاجون يكشف عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار تتضمن دخائر يورانيوم منضب في الأزمة الأوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار تتضمن دخائر يورانيوم منضب ودخائر دفاع من جانبه صرح البيت الأبيض أن الهجمات الروسية تؤكد أهمية استمرار دعم أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية حذر الرئيس الأوكراني بلادمر زلناسكي خلال استقباله في كييف وزير الخارجي الأمريكي أنطاني بلينكين من شتاء صعب ينتظر أوكرانيا أبدى زلناسكي شكره للولايات المتحدة على مساعدتها لبلاده في قطاع الطاقة الذي تعرض العام الماضي لضربات روسية ممنهجة أما بلينكين فقد أكد لزلناسكي أن واشنطن تسير مع كييف جنبا إلى جنب حيث قال إنه يرى تقدما مشجعا للغاية في الهجوم الأوكراني المضاد أعلن حلف شمال الأطلنطية أن أعضاء الحلف عبروا عن تضامنهم مع رومانيا بعد أن أطلعتهم على حدث سقوط أجزاء مما قد يكون طائرة روسية بدون طيار على الأراضي الرومانية وأوضح حلف النيتو أنه يواصل مراقبة الوضع عن كثب ويظل على اتصال وثيق مع رومانيا يأتي ذلك بعدما قال وزير الدفاع الروماني إن أجزاء من طائرة مصيرة روسية سقطت على أراضي بلاده بينما قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانس إن ضربات أجوية روسية وقعت على بعد أقل من كيلو متر من حدود بلاده مع أوكرانيا انتقدت الرئاسة الروسية الكريملين زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف اتهم الكريملين واشنطن بسعيها لإطالة أمد العملية العسكرية في أوكرانيا مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تهتم بحياة الجنود الأوكرانيين مشددا على أن الدعم الأمريكي لكييف لن يغير من مصاري العملية العسكرية الروسية شكرا 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 تفتتح دار الأوبرا المصرية موسمها الفني الجديد بحفل أكلاسيكي يأتي بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة ممثلة في المركز الثقافي الفرنسي للمزيد من المتابعة معنا مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب محمد ما هي أبرز ملامح الموسم الجديد للأوبرا نعم يعني زملائي في الستوديو بعد التحية كل تحية لكم ولجميع المشاهدين بالفعل نتواجد معكم الآن من داخل الأوبرا المصرية وبالتحديد من أمام المصرح الكبير الذي شهد انطلاق الموسم الجديد لدار الأوبرا المصرية يمكن هذا الموسم بدأ بحفل كلاسيكي فني كبير لأحد وأشهر الموسيقار أشهر الفنانين في فرنسا وهو الموسيقار الكبير جان أوفنباخ يمكن دار الأوبرا المصرية اخترت جان أوفنباخ لتبدأ به الموسم الجديد نظرا لأعمال الفنية الكبيرة ذات القيمة التاريخية الكبيرة داخل المجتمع الفرنسي لأنه اشتهر بالعديد من الأعمال التي أطفت روح السعادة والسخرية والمرح على المجتمع الفرنسي هذا الافتتاح ربما شهد حضور عدد كبير من الجالية الفرنسية الموجودة في مصر بالإضافة إلى رجال الأعمال وعدد من المثقفين المهتمين بالتاريخ الفرنسي والتراث الفرنسي خاصة نحن نتحدث عن واحد من أشهر العازفين في المجتمع الفرنسي وهو فان أوفنباخ يمكن هذا فيما يخص افتتاح الموسم الجديد بهذا الحفل الكلاسيكي وهذا الحفل الفني الكبير لكن دار الأوبرا المصرية أيضا استعدت من خلال العديد من الأنشطة الثقافية والعديد من الأنشطة الفنية التي سوف تقام في بداية كل يوم سبت من كل أسبوع بحفلات مختلفة سواء مصرية وأجنبية وعربية وسوف يكون هناك أيضا عدد كبير من الفرق الاستراضية والعروض التي سوف تقام داخل المصرح الكبير بدار الأوبرا المصرية محمد أتساءل عن مدى الإقبال الخاص للجمهور على الموسم الجديد للأوبرا ممدى إقبال الجماهير بشكل عام يعني الجماهير اليوم ربما جاءت لحضور هذا الحفل الذي خصصه للفنان الفرنسي جان أوفنباخ طبعا هناك عدد كبير من الجالية الفرنسية الموجودة في مصر حضرت هذا الاحتفال بالإضافة إلى طبعا بعض الرجال الأعمال المصريين والمثقفين والمهتمين بالشأن الفرنسي هذا فيما يخص اليوم لأن اليوم هو اليوم الأول لافتتاح طبعا الموسم الجديد ولكن يعني كما ذكرنا أن هناك يعني كل يوم سبت من كل أسبوع سوف يكون هناك فقرات متنوعة وفقرات مختلفة سوف تكون لفرق استعراضية عديدة لمجموعة من الفعاليات الثقافية والفعاليات الفنية ليس فقط للمجتمع الفرنسي أو الخاص بالحفلات الفنية الفرنسية ولكن طبعا هناك العديد أيضا من الحفلات الخاصة بالحفلات المصرية والحفلات العربية والحفلات الأجنبية فرق استعراضية من كل الدول سوف تكون متواجدة على المصرح الكبير بدار الأبرى المصرية يمكن دار الأبرى اختارت يعني فان أوفن باخلت لتبدأ به هذا الموسم نظرا للشعبية الكبيرة والأرضية الكبيرة التي تميز بها هذا الفنان الموسيقي الفرنسي الكبير وما يعني أطفاه على الموسيقى الفرنسية حتى أنه لقب بملك الأوبريتات في فرنسا وأطلق عليه النقاط أيضا موزارت الشانزلزي نظرا لأعماله التي تتجوزت أكثر من 100 عمل فني كلاسيكي داخل المجتمع الفرنسي شكرا جزيلا محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا ويعني نتمنى لك الاستمتاع طبعا في هذه الأمسية شكرا لك محمد إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لديه بأن أمتنا المصري تمتلك من القدرات والإمكانية التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات الذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق لتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستوى تنطلق غدا سادسة جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني تعقد لجنة الثقافة والهوية الوطنية تعقد جلستين لمناقشة قضايا الصناعات الثقافية خاصة في السينما والدراما التلفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء بينما تعقد لجنة الشباب جلستين لمناقشة موضوعات التمكين السياسي للشباب وأليات دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد جلسات خلال الأسبوع السادس لبحث عدد من القضايا خلال جلسات المحورين السياسية والاقتصادية قال المستشار سامح الشريف إن هناك عددا من التوصيات التي تم طرحها في الجلسة من بينها إعادة هيكلة قطاع الأعمال والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية أضاف الشريف أن الجلسة ناقشت أيضا استخدام الأصول غير المستغلة من أجل السير نحو النمو الاقتصادي كان أهم التوصيات بالنسبة لي من وجهة نظرنا كاقتصاديين أننا عدد هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والحكومية والشبه الحكومية هذا موضوع مهم جدا وخاصة أننا سوابق بيع الشركات وأصول الشركات قطاع الأعمال العام والحكومية والشبه الحكومية كانت بـ 40 و 50% من قيمتها لم تقيم بالمعايير الدولية المطلوبة وفي المقابل كان ممكن نعمل طرق تانية زي سكها زي أديها للمستثمر كحق انتفاع بمشاركة الدولة بعقود إيجار طويلة الأمد أيا كانت الصورة بس في الأول وفي الآخر الشركات دي كبيرة وأصولها قوية فنادر نستفيد بها قال نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل لأن من أهم أسباب الغلاء هو زيادة تكلفة أسعار المدخلات الخاصة بالإنتاج وشدد خضر على ضرورة دراسة السياسات النقدية والمالية واتخاذ إجراءات لأحداث توافق بجانب دراسة السياسات المطروحة بما يساهم في تقليل أسعار المواد الخام وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات رؤيتنا منطقة البساطة إحنا شايفين أسباب الغلاء الحالية زي ما كل الناس شايفها إن ده غلاء مدفوع بالتكلفة فبالتالي أي زيادة في أسعار التمويل أو أي زيادة في أسعار مكونات المدخلات هي دي اللي بتأثر علينا وبتزود التكلفة فبالتالي إحنا كنا محتاجين إن إحنا ندرس السياسات النقدية بتاعتنا مرة تانية وندرس السياسات المالية بحيث إن يبقى فيه تناسق ما بينهم أكتر من كده والسياسة النقدية بتاعتنا ما تبقاش عب على التكلفة لأن أغلب المدخلات عندنا بيتم استرادة فبالتالي متأثرة بأسعار الدولار متأثرة بأسعار الفايدة على التمويل لأن كلها بتتم من خلال البنوك وبيبقى فيها نسب تمويل أو نسب فايدة أو نسب مصرفات بتدفع عليها قال محمد البهي عضو المكتب التنفيذي لتحاد الصناعات إن الجلسة ناقشت عدة مقترحات من أهمها الاعتماد على الصناعة أضف البهي أن الحاضرين خلال الجلسة ناقشوا تعزيز الصادرات لعدد من الدول من خلال إنشاء عدة مشروعات ولدينا طبعا مقترحات محددة في موضوعات كثيرة ولكن كان أهمها اللي هي القضية الحيوية بالنسبة لمصر اللي هي الصادرات وإحنا بنشغل على هذا الملف من فترة وأعتقد تحاد الصناعات لديه 19 غرفة في كل القطاعات الصناعية المتبينة يعني والمفروض أن احنا وصلنا جواب من الحكومة العرائية بيطلبوا كثير جدا من طبعا الصناعات المصرية نتيجة أن ليهم تاريخ طويل جدا في التعامل معنا من عشرات السنين تتواصل الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث أقيمت ثلاث حفلات متتالية مساء اليوم على مصرح المحكى والمصرح الخارجي وصدق بال كبير من الجمهور للمزيد حول فعالية المهرجان معنا مباشرة أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري أهلا بك أحمد حالة موسيقية غنائية ثقافية بالتأكيد في مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي ما تفاصيلها اليوم وحجم الإقبال عليها تفضل بالفعل بالفعل أنه هي أكثر من طائعة إذا دعنا أهي هي حالة موسيقية هذه الحقلات الثلاثة يعني ده حدثنا عن الصفة الغولة وهي وهي تلقى من موسيقى مجموعة من الموسيقى العربية والغربية وتمزج ما بين الموسيقى الصرقية والغربية وقد تفعل الموسيقى الشرقية والغربية وقد تفعل معها بمكور بشكل كبير وهذا بالإضافة إلى تحدث من الموسيقى الصلع الذي تعرف عن تحدث كثير بالفرديم الرائع من الحائمين على فعاليات هذه الدورة الثلاثين بداية منذ وصول إلى بوابات طلع الصلع الدين التاريخية بالإضافة إلى اندهارهم بهذه الأجواء التاريخية تحرير مكان يتحدث عن نفسه بخصوص إلى الثقة الغربية بالإضافة إلى الحفلة الثانية للمحبوبة أيضا تقدم مجموعة من المسؤولات الأغاني التي تمزج فيها وذلك عميها ما بين الدقيقة الشرطية والغربية والحفلة الثالثة أيضا الحفلة الثالثة أيضا للفنانة السورية لنا وهي أيضا تقدم مجموعة الأغاني التربية الكلاسيكية الجميلة وبالتالي نتحدث نحن نتحدث عن الليلة الثالثة عشرة وهي الليلة قبل الأخيرة من المقرر أن تنقضي هذه الدورة العادية والتلحين بإذن ذا بعد أربع عشرة ليلة توصلت بها بناء بين الصرب والعربي والصرب والضرب وأيضا المسيطة للإنشاد الديني كان هناك تفاعل جدا للجميع نكون على أفضل هذه الأيام منذ بداياتي وبالإضافة إلى أن القائمين على المترجان مدرحة تمت أيضا قرصة ممتازة للفركة الموسيقية الوعدة حيث كانت تقدم موسيقاها على مصرح تارجي بالإضافة إلى حقا المحكة القلعة الذي يبدو في أصورة صحيح أحمد كما ذكرت سحر المكان مع سحر الموسيقى في قلعة صلاح الدين الأيوبي شكرا جزيلا لك أحمد الحسيني على التفاصيل من الموسيقى إلى أخبار المال والأعمال في نشرتنا ونتابعها مع مصطفى ميزار إليك مصطفى شكرا ريهام الديب شكرا أنها توفيق أهلا بكم مشاهدي الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التسعب أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية أوكانو يوكيكو أن مصر لديها قدرات بشرية هائلة وهناك أيضا فرص كبيرة للشركات اليابانية للاستثمار في مصر لافتة إلى التقدم الملحوظ في العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين والتي تضاعفت هذا وأكدت المتحدثة بأن مصر مستقرة سياسيا واقتصاديا وأن اليابان تسعى لتوطيد التعاوض مع مصر التي تعتبر لعبا أساسيا في المبادرات التي تطلقها اليابان في المنطقة هذا وأعربت أوكانو عن رغبة بلادها في زيادة تعميق التعاون المشترك فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل وقطاع الطاقة والتعليم شارك وزير البترور والسطر المعدنية طرق الملة في الجلسة الوزرية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غاستيك ألفين ثلاثة وعشرين بسنغفورة والتي ناقش خلالها عددا من وزراء البترول والطاقة دور الغاز في تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة ومنخفضة الكربون هذا وأكد الملة خلال الجلسة على أن هناك انتشارا وتسارعا في أنشطة ومشروعات الغاز الطبيعي والغاز المسال في ظل إجماع عالمي على أن الغاز هو الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقي الكامل كان وزير البترول والطروة المعدنية قد التقى على هامش فعاليات المؤتمر مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا للسابق وعدد من رؤساء شركات البترول والغاز العالمية استقبل رئيس الطائفة الإنجلية بمصر القصة أندريا زاكي وفدا إنجليا من رجال أعمال أمريكيين ومستثمرين في عدد من المجالات المختلفة وذلك لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أضاف زاكي بأن مصر تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعضة من جانبهم عبر المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجلية بجانب متابعتهم المستمرة لحالة التنمية الهامة التي تحدث على أرض مصر وجود فرص استثمارية كبيرة داخل المجتمع المصري وذلك في ضل استقرار الدولة المصرية وسعيها لتحقيق الأفضل للمصريين في أسواق البترول العالمية غيرت أسعار النفط مسارها وتحولت للتراجع بعد أن ارتفعت أكثر من 1% في الجلسة السابقة حيث تجاهل المستثمرون الاضطرابات التي نجمت عن خفض الإمدادات من السعودية وروسيا كما حد ارتفاع الدولار من الاتجاه السعودي وترجعت العقود الأجلة لخام غامبر برينت الوسيط بنسبة 39% وسجل 89 دولار و 69 سنة للبرميل كما انخفض خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بما نسبته 29% ليصل إلى 86 دولار و 44 سنة للبرميل بينما ترجعت أسعار المزيدة العالمية هي الأخرى بما نسبته 35% لتصل إلى 3.17 من 100 دولار وترجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.98 من 100% لتسجل ما قيمته 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة السادسة على التوالي وأدت المخاوف المتعلقة بالتباطئ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط الخام الذي يؤدي إلى ضغوط تدخمية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة وبالتالي انخفاض الأسهم في أوروبا هذا وانخفض المؤشر استقسب أوسع نطاقا بواقع 5 من 10% ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع واحد وصلنا معكم مشاهدين كرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والعمال في نشرة التساعد نعودوا للاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع ريهام ونهار شكرا مصطفى أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش أن الانتيار المناخي قد بدأ في إطار تعليقه على إعلان مرصد كوبرينكوس أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالية كان الأكثر حرا على الإطلاق أكد جوتيريش أن العلماء قد أطلقوا تحذيرات منذ فترات طويلة من تدعيات الاعتماد على الوقود الأحفورية مشيرا إلى أن المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرة العالم على المواجهة كان هذا المرصد للتغير المناخي قد أكد أن معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة قد سجل أعلى مستوى لها حتى الآن مرجحا أن يكون العام الجاري هو أكثر السنوات حرا على الإطلاق والآن نتحول معا إلى أهم أنباء الرياضة في نشاط التاسعة مصطفى ميزار معه التفاصيل تفضل مصطفى شكرا من جديد نوها توفيق وشكرا لهم الدين أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة رياضية جديدة في نشاط التاسعة دخل دولي المصري لاعب ليفرفول الإنجليزي محمد صلاح ضمن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة القرة الذهبية بالاندور لأفضل لاعب في العالم لعام 2023 كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسي عن القائمة المبدئية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب في العالم والتي ضمت إلى جانب صلاح اللاعب كريم بنزيمة ولينول ميسي وروبرت ليفاندوباسكي خسر المنتخب الوطني لكرة الطائرة صدارت مجموعات في بطولة إفريقيا بعد خسارتي من نظيره الجزائري بالثلاثة أشوات دون ردة على مجمع الصلاة باستاذ القاهرة الدولي في ختام دور المجموعات من المصابقة بهذه النتيجة تأهل منتخب الطائرة كوصيف إلى دور الستة عشر في بطولة إفريقيا بينما استطاع منتخب الجزائر أن يحسم الصدارة لصالحه تأهل المنتخب الألماني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العلم لكرة السلة بعد فوز على نظير منتخب لاتيفيا بنتيجة 81-79 وذلك في الدور ربع النهائي من المصابقة المقامة في الفلبين وإندونيسيا واليابان كما صعد المنتخب الكندي إلى الدور قبل النهائي بعد تغلبي على النظير السلوبيني بنتيجة 100 مقابل 89 أعلن نادي الشباب السعودي إنهاء عقد المدرب مارسل كايزر وجهاز الفني المساعد بالتراضي بين الطرفين وذلك بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة وأوضح نادي الشباب السعودي إنه تم تكليف الأرجنتاني إخوان براون لإدارة الفريق خلال المرحلة القادمة حصد رودري لعب وسط نادي منشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل لعب فريقي لعبي فريقي لشهر أغسطس الماضي أوضح منشستر سيتي أن لعب حصل على 51% من الأصوات ليحتل المرتبة الأولى في الجائزة والتي تحسن بتصويت الجماهير بينما حصل فيل فوردن على 37% في حين حصل ماتي كوفازيتشي على 12% من الإجمال النهائي نهاى توفيق ورحمة ديب نعود عليهم من جديد لسكمال ما تبقى في نشراتنا من الأخبار ومصطفى ميزار أشكرك شكرا جزيلا فؤاد المهندس كوميديان عبقري الضحك وملك الكوميديا الهادفة قدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الكوميديا الراقية تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير فؤاد المهندس الذي تشكل أعماله جزءا من الذاكرة العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الأحوال الجوية والتقس في نشرتنا وختاما مرة أخيرة مع مصطفى ميزار إليك مصطفى شكرا من جديد ريهان مديبة شكرا أيضا نهاى توفيق أهلا بكم مشاهدين الكرام في محطات الثالثة والأخيرة نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال التقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله يتوقع خبراءات الأفصال الجوية أن يسود غدا خميس تقس شديد الحرارة جاف مهاراً على القاهرة الكبرى والواجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء وفيما يلي مشاهدين الكرام بيانوا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظاتهم من الجمهورية نبدأها من محافظة القاهرة فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 39 درجة مئوية والصغرى 28 والجو في القاهرة الشديد الحرارة في الأسكندرية 37 26 والجو فيها حار في مطروح 35 25 والجو فيها حار في برسعيد 34 26 وفيها الجو حار في الإسماعيلية 38 27 والجو فيها حار أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 38 درجة مئوية والصغرى 26 درجة والجو في محافظة السويس حار وفي العليش 34 25 والجو أيضاً حار في طابة 36 26 الجو فيها حار في شرم الشيخ 41 30 درجة مئوية والجو شديد الحرارة في الغردقة 42 31 والجو فيها أيضاً شديد الحرارة في الأقصر درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 28 والجو هناك شديد الحرارة كذلك في الوادي الجديد 45 درجة والصغرى 25 والجو شديد الحرارة في شرم 41 31 والجو فيها حار وأخيراً في حلايب 37 29 والجو فيها حار والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الآن مشاهدين الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة اللقطة الأبرز لهذا ليه نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر